وكل هذه مكتوب لكي تؤمنوا أن المسيح هو ابن الله إن آمنتم لكم حياة باسمه فطبعا شيء جميل أن نكون واقفين بنفس المكان من أفسوس الكنيسة اللي بتخلد ذكره واسمه في هذا المكان قريب من قبره تأثير يحنى وإنجيل يحنى ما زال موجود حتى يومنا هذا فأنا بدعوك في هذه اللحظات أنه لما كتب الإنجيل ما كانش الظرف مؤاتي كان فيه اتغاض شرس وكان فيه حروبات ضد الكنيسة وكانت الناس بتموت من أجل الرسالة لكن أراد أن يشجع الناس بعمل المسيح وأريد أن أختم عندما نقول إنجيل متى أو إنجيل مرقص أو يحنى فهو إنجيل واحد إنها بشائر أربعة تتكلم عن سيرة حياة يسوع المسيح تأخذها كل واحد بيأخذ من جانب خاص لكنه الإنجيل المقدس المتكامل كلمة الله اشتركوا في القناة